السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلى على محمد وانحمد تقبلوا الله ومعلكم وطاعتكم محكم النظر إلى صورة المرأة الغير محجبة في أيام الخطوبة وكذلك بالنسبة للمطلقة أو المرأة المتوفات طبعا الأصل أن النظر إلى المرأة الأجنبية هو محرم لا يجوز للأجنبي أن ينظر إلى المرأة الأجنبية طبعا الفقهاء يفصلون في الأمر فيقولون إذا كان النظر بلذة وريبة وشهوة هذا محرم مطلقا سواء تنظر بشكل مباشر تنظر إليها عبر صورة فوتوغرافية صورة متحركة تلفزيون لا يجوز النظر بشهوة ولذة وسواء كانت كافرة مسلمة متحجبة متبذلة لا يفرق لا يجوز النظر إلى المرأة الأجنبية بأحاسيس لذة وشهوة وغير ذلك مطلقا أما إذا كان النظر لا يحتوي هذه المشاعر يعني نظر عادي نظر عادي لو فرضنا أنه نظر عادي فهل يجوز أم لا يفصلون الفقهاء في هذه المسألة يقولون إذا كانت المرأة متبذلة يعني السافرة لا تنتهي إذا نهيت مثل بعض النساء حتى المسلمات أو غير المسلمات لا تلتفت ولا تتستر يقولون في هذا الحال يجوز النظر إليها سواء بشكل مباشر أو صورة بشرط أن لا يكون بأحاسيس أي لذة أو ريبة زين وكذلك يجوز النظر المرأة الغير متبذلة إذا كان النظر إلى صورتها بشرط أن لا يكون يعرفها أما إذا كان يعرفها وهي غير متبذلة لا يجوز إذن الصورة إذا كانت لإمرأة غير متبذلة ولا يعرفها يجوز إذا لم يكن بلذة أو شاء أما إذا كان الشخص يعرف هذه المرأة وهي غير متبذلة ممرأة سافرة غير متبذلة ووقعت صورة زين أفرض والله زوجتك عندها ألبوم صور وجاي تقول لك هذا شوفه فلانا 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 وأنت تعرف أن فلانا منه فلانا وغير متحجبات لا يجوز لك أن تنظر إلى هذه الصور حتى من دون شهوة وريبة حتى من دون شهوة وريبة لا يجوز في هذا لأنك تعرفها وهي غير متبذلة فلا يجوز النظر إليها في هذه الحالة وضعوا إلى أما إذا كنت لا تعرفها وغير متبذلة مثل بعض الآن النظر إلى بعض الصور العامة ما تعرفها لا مانع من ذلك نجي إلى السؤال وهو يقول أيام الخطوبة هل يجوز للشخص أن ينظر إلى من خطبها أو يريد أن يخطبها الجواب الأصل لا يجوز لأنها لازلت أجنبية مجرد أن خطبتها ما أصبحت محللة لك وهذا لازم أن يلتبت إليه البعض مو مجرد الخطبة أنه صارت حلال لا إنما تحل بالعقد الشرعي لما يكون إجراء هناك عقد شرعي هنا تكون محللة قابل إجراء العقد الشرعي لا تكون محللة حكم وحكم الأجنبية من كل الجهات النظر اللامس الكلام إذا كان فيه كلام مثير هذا كله محرم زين هل هناك حالات يجوز النظر قلنا أن هناك حالات استثنى فيها الفقهاء وهو النظر إلى من يريد أن يتزوجها ويريد أن يتعرف عليها وهو جدي وهو جدي أنه يريد أن يتزوج لكن يريد أن يتعرف عليها ما يريد أن يأخذ إمرأة لا يعرف صفاتها وضعوا له هنا في هذه الحالة قال الفقهاء نعم يجوز له أن ينظر إليها مباشرة فضلا أن يكون ماذا بالصورة ولكن يكون بقصد التعرف وأن يكون جادا في الزواج فلاثة شنه أن لا يمر وقت طويل على هذا لا مجرد لحظات مو الله تقعد تخذ لي الصورة تتمقل فيها يوم يوم يطالع بيها لا مجرد لحظات تتعرف على صفاتي إذن المرأة المخطوبة يجوز النظر إذا كانت غير محجبة يكون النظر بمقدار التعرف فقط وبعد أن تتعرف عليها لا يجوز أن تنظر لها زين أما بالنسبة للمطلقة هذا السؤال جميل إمرأة زوجة وطلقها زوجها هل بعد الطلاق يجوز له أن ينظر أفرض بعض أشخاص عنده صور الزواد مالته وحفله وحط الألبوم وهي طالقته هل يجوز أن ينظر إلى صور طالقته بهذا الحال الجواب إذا كانت في العدة الطلاق رجع وفي العدة لم تخرج من العدة يجوز لأنه لا زالت زوجته لا زالت زوجته أما بعد خروجها من العدة أو كان الطلاق بائنا منذ الطلاق الخلعي هنا أصبحت أجنبية عنه أو الطلاق قبل الدخول أفرض واحد عاقد على شاب قبل أن يدخل طلقها يسمون هذا طلاق بائم بعد الطلاق بائم هنا لا يجوز له أن ينظر إلى صورها الغير محجبة لا ينظر حتى لو كانت زوجك سابقا خلاص انتهت العلق بينك وبين فأصبحت أجنبي فلهذا من طلق زوجته ليس له أن يحتفظ بصور طريقته بعد خروجه من العدة أو إذا كان الطلاق بائنا بل لابد أن يحدف أما بالنسبة للمرأة المتوفى من زين الشخص توفيت زوجته وعنده صورها هل يجوز له أن ينظر إلى صور زوجة المتوفان أم لا الجواب نعم يجوز له لأنه لا زلت زوجته على كل حال ولهذا يجوز لها أن يلمشها بل هو أولى بتجهيزها وتغسيرها أولى من من غيرها ولكن يقول الفقهاء بشرط أن لا يكون النظر بلذة وشوه شوف الفرق في حياتها يجوز أن تنظر إليها بشكل مباشر لكن بعد يقول في هذه الصورة يجوز النظر إلى المرأة المتوفى إذا لم يكن بلد